اعلن العروسان الى عراقيان ريفان وحنين بطل حفل زفاف قاعة الحمدانية بمحافظة نينوي والذي تحول الى كارثة بعد اشتعال النيران في القاعة اصفرت عن وفاة 107 شخص قبل اسبوع عنياتهم مغادرة المنطقة حيث اصيبت العروس بصدمة عصبية عنيفة افقدتها النطق كان مصير العروسين محلا لانباء متضربة بعد الكرسة التي هزت اهالي الحمدانية ففي حين زعمت تقارير وفاتهم في الحادث تحدثت اخرى عن وفاة العروس وازهرت لقطات العريس وهو يبكي امام نعش اتضح لاحقا انه لاحد افراد اسرته وليس للعروس حنين وفي مقابل اجرتها معهم قناة اسكاي نيوز البريطانية بدت العروس حنين مصدومة وفاقدة للنطق فيما تكفل زوجها ريفان بالحديث مؤكدا انهم سيغادران المنطقة وروي العريس تفاصيل اللحظات العصيبة داخل القاع قائلا ان زوجته دهست عندما قام بسحبها خارج المكان امسكت بزوجتي وبدأت في جرها ظللت اسحبها واحاول اخراجها من مدخل المطبخ وبينما كان الناس يهربون كانوا يدرسونها وكانت سقاها مصابتين واضاف ريفان لا يمكننا العيش هنا بعد الآن مضيفا انه يعتقد انه في كل مرة نحاول فيها الحصول على بعض السعادة يحصل لنا شيء مأساوي ويدمر تلك السعادة لذا من الافضل المغادرة وعندما تم توجيه السؤال لحنين لم تتفاعل فتدخل ريفان قائلا حنين لا تستطيع الكلام فقدت عشرة اشخاص من اقاربها من عائلتها والدتها وشقيقها وهي لا تستطيع التحدث وقال ريفان في اخر المقابلة صحيح اننا نجلس امامك احياء لكننا في الداخل اموات نحن مخدرون نحن اموات في الداخل كانت وزارة الداخلية العراقية قد اصدرت تقريرا بعد تشكيل لجنة التحقيق في الكارثة التي مر عليها اسبوع قالت ان اسباب الحريق عديدة منها مواد البناء سريعة الاشتعال والالعاب النارية التي استخدمت في القاعة والارضية ومكيفات الهواء وعدم وجود مخارج طوارئ فضلا عن الحضور الكبير الذي يفوق القدرة الاستعابية للقاعة وقال رئيس اللجنة اللواء سعد فالح قصار في مؤتمر سحفي قبل ايام ان القاعة التي احترقت تتسع لخمسمائة شخص لكن تم اخلاء نحو ستمائة شخص منها مشيرا الى انها الانهيار السريع للبناء اسهم في عرقلة عمليات الانقاذ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة